السلام عليكم متابعي قناة طبتان عرب نأمنونكم بخير ونكم مساعدون الحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة حتى وإن قرأتم عشرات الكتب وشاهدتم مئة الأفلام الوثائقية فلابد أن يكون هناك ما تجهلونه وحتى العلماء كثيرا ما يتخصصون في مجال محدد ويهملون غيره دون أن يستطيعوا الإلمام بما تخصصوا فيه بشكل كامل ولزيادة معرفتكم بميادين متنوعة انضموا إلينا لمشاهدة حلقة اليوم البرد القارس يشكل البرد القارس تحدي للجميع ليس فقط لخطر الإصابة بنزلات برد مثلا وإنما لتأثيره على أشياء أخرى كثيرة فعلى سبيل المثال سرعان ما يتجمد البيض البيض بمجرد كسره وتغطى عجلات السيارة بطبقة جريدية تجعلها تنزلق على الطريق وحتى العاملون قرب النيران كرجل الإطفاء بمجرد إطفائها تغطى أقنعتهم وبدالهم بالجليد والثلج ورغوة إطفاء النيران أما الطبيعة فتكسوها طبق بيضاء إن طرى بقاؤها قد تضر بالنمتات والعشاب وتصعب على الحيوانات والحشرات إيجاد غذائها كما أن البرك والبحيرات تتجمد هي الأخرى فيها صعوب إيجاد مصدر لسد العطش وربما من أكثر الأمكان التي قد يفهم المتواجدون فيها خطورة الوضع مرصد واشنطن المناخ حيث يجتمع جريد بالرياح الباردة والقوية لشكله فرصة للمجتمع للميلي دراستهما بعد تثبيت الأدوات والأبنية لتفدي تعرضها للخلع نتيجة العواصف التي تمر بالمنطقة إلى أن العلماء ينظرون للتجربة من زاوية المرح فحتى مع ريح بسرعة تتجاوز مئات كيلومتر في الساعة يستطيعون ابتكار نشاطات قد تبدو جنونية إلى أنها دائما ما تكون مميزة آلات موسيقية من الجليد لكل آلات موسيقية مميزاتها والمواد التي تصنع منها لضمان إصدارها صوتا أو صواتا معينة وهناك مواد على رأس القائمة تستبعد حال التفكير في صناعات آلات موسيقية لعلى أولها الجليد إلى أن ذلك تغير قبل سنوات قليلة بفضل النحات والفنان تيم لينهارت المتنقل من ولايات كولورادو الأمريكي للسويد والذي ابتكر آلات موسيقية مميزة يمكن العزف عليها كالحقيقية إلى أنها مصنوعة من الجليد قضى تيم أكثر من ثلاثون سنة كنحات قبل أن يبدأ مشواره كفنان لينتقل الأحيقين للدمج بين الميدانين النحة للجليد وصناعة الموسيقى ليصنع آلات موسيقية جليدية وتريه كالكمان والبانج والغيثار وغيرها والإيقاعية كالطبول والأجراس وآلات المفاتيح كالبيانو والأرق وكلها يمكن العصف عليها والاستمتع بما تصدره من أصوات موسيقية قريبة جدا من الحقيقية ولصنع آلات بسيطة يجمع تيم الجليد والمتكون على الأرض ذي طبقة سميكة بالجليد الشفف المصنوع من الماء العذب مستخدمان الماء فقط أما الأجزاء الوحيدة غير الجليدية في هذه الآلات فهي الأوطار والأزاء الخشبية والمساكات نظرا لخصوصيتها ولا يفوته أن يضيف أضواء متلأ لآل الأزاء الشفف منها لزيادة جمال المشهد خاصة إن أحيى الفنان وفريقه حفلة موسيقية البناء دون مسامر من الصعب تخيل إقامة بناء من عدة طوابق دون استخدام مسمار واحد فكيف سيجمع البناء بين أجزائه يا ترى هذا السؤال ما وجد مهندسون يبنيون أنفسهم محاولين الإجابة عنه بعدما أثقل شراء المسامر الحديدية كأهلهم وشكل عبءا ماليا لازم التخلص منها وفعلا كان نجروا مدرسة ميا دايكو مستعدين وعلى قدر التحدي وهم المعروفون والمختصون في بناء المعابد والمباني الدينية فابتكر حلولا هندسية فاذة لجمع القطع الخشبية دون مسامر بالاعتماد على فراغات يرحاتونها في الأماكن التي يريدون أن يصلوها ببقية الأزاء المكونة لجدران أو الأساسات والأسقف والأرضيات ومن نجاعة الحال الذي قدموه الأبن التي شهيادوها متزال قائمة إلى يومنا هذا وتعتبر واحدة من أقدم الأبن الخشبية الموجودة على كوكبنا زرع جلد سمك عندما يتعلق العمر بحلول الطبية التي يلجأ إليها العلماء فكثير منها قد يبدو مقززا أو أقرب للخيال إذن اختياره وإثبات نجاحه لا يترك للشك فيه ذر في القلوب ومن ذلك اعتمادهم على حل غريب لعلاج الحروق ففي كاليفورنيا استخدم جلد سمك لعلاج حروق دبين صغيرين بعد تخديرهما واختيار العلماء وقع على جلد أسماك توليبيا لامتلاك خصائص قريبة من الخصب البشر قبل أن يتبين أنه يناسب الدببة أيضا وبعد زرعه بمدة ليست بطويلة يفقد شكله ورائحته ليتمها مع جلد الكائن الذي استخدم عليه الكلب لاعب الهوكي لا يخفى عن الحيوانات قادرة على ممارسة رياضات بسيطة كلعب الكرة أو السباح مثلا لكن رياضة كالهوكي هذا غريب ورغم ذلك فالكلب بيني يمارسها دون صعوبة بيني كلب أنقذه المدرب شيريل ديلسانجرو قبل نقله دمجة للكلاب الضلة ليقرر تربيته لاعتناء به ومع مرور الأيام لحظ اهتمامه باللعب على الجليد ومتابعته قرص للعب واللعبين وكانه ينتظر الفرصة لمنافستهم ما دفعه لمنحي الفرصة للعبي على الأرض الجليدية قبل أن يلاحظ أنه يوجه صعب للترقل عليها ليصنع له زلاجتين لقائمته الأماميتين ثم لاحقا علمه كيف يمسك العصب فمه ويلعب بالقرص وحاليا يستطيع بيني التزلج واللعب بالعصة وتسجيل النقاط وكانه لعب محترف التفاح الجليدي إن أعجبتكم الأهلات الموسيقية الجليدية فإليكم التفاح الجليدي وهو من اكتشاف شخص يدعى أندرو سيني تي سينا أثناء قطف التفاح في بلستانه فتفعل الالتقاط صورة سرعا ما ستصبح حديثة مستخدمية الإنترنت في بداية لم يعرف كيف تكونت والسمر في حيرته حتى انتباهي لأن التقص لعب دورا أساسيا فبسبب الجو البارد تبقى القشرة الخارجية للتفاح المتعافي الملتصقة بالغصن والتي تتجمع وداخلها قطرات الماء وحالى ارتفاع درجة الحرارة تبدأ القشرة في التفتت تاركتنا الشكل الذي يبدو كتفاح حقيقية شفافة جزيرة الأرانيب كثيرة هي القصص التي تحكي عن جزيرة مليئة بالوحوش والحيوانات المخيفة وقليلة هي الحقيقية الموجودة في عالمنا الواقعية مثل هذه الجزيرة إلى أنها عيوض احتوائها على حيوانات المتوحشة تحتوي على أرانيب اللطيفة الجزيرة موجودة في مقاطعة هيروشيما في اليابان وكانت في وقت مضى مخفية لا تظهرها الخرائط حتى إلى أنها اصبحت لاحقا قبلة للسياح ومسكرة المئات من الأرانيب الحديث عن جزيرة آكينيشيما التي تبلغ مساحتها 7.7 كم مربع والتي احتوت في الحرب العالمية الثانية لمختبر لإنتاج الأسلحة الكيموية إلى أن انتهاء الحرب تابعه إغلاق المصنع وتخلص من الوثائق التي احتوى عليها وتدمير المستوعبات التي احتوى عليها وحسب يحصيات سنة 2007 فقد كان عدد الأرانيب على الجزيرة 300 أرنب إلى أن العدد تجاوز ألفا مؤخرا أما عن كيفية وصولها للجزيرة فمجهولة لكن يقال أن سليلة أرانيب استخدمت اغتبار وتجربة الإسلحة الكيموية المستخدمة في الحرب وهناك أيضا من يقول بأن أسائحا أو مجموع من السياح من تركوا أرنبين عن الجزيرة ومن نسلهما انحضرت بقية الأرانيب وفردية ثالثة فحوان مجموع من الأطفال من أتوا بأول أرنبين ضمن رحلة مدرسية ومن سلالتهما انحضرت البقية الافتراضات حول أصلها كثيرة إلى أنها لا تنتقص من كون هذه الأرانيب لطيفة ولا تخاف من البشر ولذلك يزورها السياحة ويستمتعون بالاقتراب منها الساكن في طائرة الكثير من الأشخاص يكرهون ركوب الطائرات لقلة ثقتهم فيها ولخوفهم من سقوطها رغم أن الإحصائيات تشير إلى أنها الأكثر أمانا لكن لا يبدو أن الأمريكي بروس كامبل أحد هؤلاء فمن شدة حبه للطائرات منذ كان صغيرا لم يكتفي بشراء واحدة وقيادتها كلما سطع ذلك وإنما اتخذها منزلا فقد اشتر هذا الأمريكي طائرة من نوع بوينغ 727 واختار لها مستقرا في بورتلاند بولاية أريغون الأمريكية على قطعة أرضية اشترها مقابل 23 ألف دولار وعمره كان قد تجاوز 20 سنة بقليل وقتها منذ كان بروس صغيرا وحلم امتلاك طائرات خاصة يرافقه وإنما ذهب وارتحل ولما وجدها الفرصة سانحة أغنمها واشتر طائرة حقيقية ورغم أعزها عن قيادتها إلى أنه اتخذها بيته بعدما أنفقها 220 ألف دولار لإصلاحها وإعدادها للسكن تبلغ المساحة الداخلية للطائرة 100 متر مربع تقريبا ورغم كل التعديلات التي أدخل عليها لتناسب حاجاته لأنه حفظ على المدخل عبر الدرجة الرئيسي للطائرة ويعتمد على خزان المياه الأصلي الاستفادة من المياه مما أضفه حمام ضيق وأريكة لجلوس وإثاث بسيط وقليل التزلج على البراكين قد يكون ما يدور في ذهنكم الآن أن تسألوا كيف لعاقل أن يمارس نشاطا مماثلا فمن بين كل الأنشطة الخطيرة التي قد تخطع على البال قد يكون هذا أسوأها لكن هذا لم يثني الكثيرين عن ممارستها خاصة إن كان البركان في مكان كأتنى الذي يعتبر أعلى بركان في أوروبا والذي كان آخر ثواران له في 24 ديسمبر سنة 2018 أي قبل أقل من سنة لكن كل هذا لا يبدو أنه يخيف مدمني الأدرينالين الذين يستغلون إطلاق البركان الأتربة البركانية لتزلج عليها وكأنهم يتزلجون على الثلج ورغم أن هذا النشاط يبدو ممتعا إلا أننا ننصحكم بإتجنب القيام به وإن وتتكم الفرصة حفاظا على سلامتكم خبز اللاظة إزلاندا بلد جنميل معروف بطبيعته الخلابة ونظامه البيئي الدقيق إلى لنقليل من الأشخاص من يعرفون عن عادات الطبخ في البلد والتي لا تخلو بعضها من الغربة فإليكم مثلا طريقة مميزة لإعداد الخبز في فرن طبيعي وأصاحبها سيكي رافن هلمرسن والذي أعده باستخدام بركان محلي معتمدا على وصفة تناقلتها عائلاته جيلا عن جيل فبعد إعداده العجين يضعه في القدر ثم يدفنه في الأرض على عمق 40 سنتيمتر مستغلا درجة حرارة الأرض التي تصل إلى 100 درجة سلسيوس ثم ينتظر لـ 24 ساعة قبل استخراجه والنتيجة خبز لذيذ شهي الفقط تبدو مناجه الحيوانات محزنة في الأفلام والبرامج الوثائقية والواقعية خاصة إن كانت في دول لا تنفق على الاعتنام بالحيوانات وتترك المهمة للجمعيات الخيرية والمتطوعين ومن بين هؤلاء يمكن أن يبرز الشخص المستعد لفعل ما قد يبدو غير متوقع في سبيل الحيوانات اللطيفة والحديث هنا عن ما يعتبر أكبر ملجأ للقطط في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو منزل واسع تستمتع فيه القطط بوقتها امتلكته لنايا لاتنزيو قبل 25 سنة قبل أن تتركه بغرفه الخمسة الواسعة وتنتقل للعيش في منزل المتنقل يعيش في منزل القطط 800 قط و300 من صغرها وسبق لمالكته الحاولة لـ 16 سنة العيش معها قبل أن تستسلم في النهاية وتتركه لها لأنها ليست الوحيدة التي تعتني بها فهي لك مجموعة من المتطوعين والأطباء البيطاريين المستعدين لتقديم المساعدة كما أنهم يحاولون إيجاد مربي لهذه القطط لأخذها والاعتناء بها وينظمون أيضا منتقيات لتعرف بعنشطتهم لجاذب الاهتمام وإيجاد ممويل لعنشطتهم العزف على آلات البيانو الصغيرة تصمم الآلات الموسيقية بأبعاد تساهل استخدامها على أي إن كان وعادة ما تصنع شركة الألعاب نماذج منها موجهة للأطفال مع تمكنهم من استخدامها والاستمتاع ببعض من خصائص الآلات الأصلية لكن من المصممين والصنع من صنعوا آلات موسيقية صغيرة الحجم لكن بخصائص كاملة تسمح باستعمالها كمال كبيرة لكن من طرف من؟ وهل يمكن اعتباره آلات موسيقية حقيقية؟ الجواب أجل هي آلات موسيقية يمكن استخدامها بشكل مناسب إن وقعت بين الأيدي المناسبة كأيدي مارغريت لينغتان التي توطبر من أمرز العازفين على هذه النوعية من الآلات بل وأحيات حفلات موسيقية باستخدامها في أماكن مختلفة كصالات كارنيجي ومتحف ميتروبوليتن في نيويورك وحسب ما صرحت به مارغريت فبالنسبة لها الآلات السيئة تتطلب امتلاك مهارة أعلى وأفضل لإستخدامها وهو ما يبدو أنها تمكنت منها صوت الإنقراض هل كنتم على علم بقدرتكم على الاستماع إلى أصوات التغيرات التي تحدث من حولكم نعني هنا أصوات الطبيعة والمخلوقات التي تعيش فيها إن كان جوابكم من نفي فقد يحزن ذلك بيرني كروزي الذي قد سنوات من حياته يسجلها وينتلك تسجيلات لحفيف الرياح وزغزقة العصافير وصرير الحشرات وما لاحظه أن كل سنة تشهد تناقص هذه الأصوات وأن منها ما يعود ومنها ما يختفي دون عودة وهو ما يمثل التنوع البيولوجي الذي يتناقص وحسب إحدى التقارير فآخر مرة مررنا بتجربة الممثلة إنقراضة الديناصورات ما يزال بيرني حتى يوم هذا محافظا على عمله ومن المؤسف أنه يسجل أصواتا قد لا تعرف الأجر القادمة ما لم نتوقف عن طريقة تعاملنا مع الطبيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر